إنها بلدة سلما في ريف اللاذقية مصيف المدينة وقبلتها السياحية لطالما كانت على ألسنة الناس وفي قلوبهم موطنا للجمال والهدوء وبيتا لطالب السكينة بعد عام ونصف من ثورة الكرامة وبعد أشهر مرت من الحصار والقصف المستمر بالبراميل المتفجرة وقذائف الصواريخ والمدافع المتمركزة في محاور عدة على أطراف البلدة مررنا بها كل شيء هنا يروي حكاية عن الموت والخراب تجولنا برفقة أحد عناصر المغفر التابع للجيش السوري الحر فيها فلم نشاهد إلا دمارا وبيوتا تخلو من ساكنيها وأبوابا مفتوحة من تظار من يغلقها قديما كانت صوت الطائرات تمنحنا القوة والأمان أما الآن ندع لكم الصورة كي تتكلم عنها ماذا تعني صوت الطائرات عشرات البراميل المتفجرة يوميا نصيب هذه البلدة من القصف وعشرات القذائف أيضا كلها خلفت مساحات واسعة من الدمر وفوق هذا وذاك لا ضوء ولا ماء ولا أماكن العلاج الجرحى الكهرباء المنطقة إليها أكثر من ست أشهر بدون كهرباء كهرباء ما فيه نهائيا مي كذلك الأمر رجعنا للعصر مثل العصر القديم نعب مي من الينابيع من الآبار مسجد سلمى كان لهما نصيب من القذائف أيضا ومدارسها التي شهدت يوما مرور حماة الديار والتي ما تزال على حالها مثل ما غادروها تاركين خلفهم بصماتهم في زوايا المكان سوقها التجاري هذا كل ما تبقى منه فلم نهتدي إليه لولا حديث الدليل هون المنطقة كانت عبارة عن محلات تجارية مثل ما كل الناس تعرف أنه سلمى عبارة عن مصيف يقصدون الناس للإصطياف هاي المحلات شوف شو صار فيها من وراء القصف قبل أعوام خلت كانت هذه الغابات سحر بلدة سلمى وسر جمالها أما اليوم فقد غضت حطبا لنار تريد إحراق البلد من أجل بقاء الأسد محمد حاج بكري أوريانت نيوز ريف اللاذقية